موسيقى دي صدفة دي مقصود لأنه ألعاب القوى هي أم الألعاب وهي من الألعاب اللي يمكن مش وقد حقها كفاية لأن هي إعلاميا طبعا لأنه اللعبة دي يمكن يعني بيغفل عنها الكثير في حين أن فيه لعبة كبيرة وعظماء اللعبة دي وحقوا المصر نتائج جيدة فلازم يكون كابت ناسر داود معنا ليه لأن طبعا على مدار السين اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت حصل إنجازات كبيرة على مستوى النادي الأهلي وأقدر مستوى المحلي والعالم ومش كده بس النادي الأهلي يمتلك أكبر قاعدة عريضة من اللعبة دي سواء في الرجال أو السيدات أو كمان في الناشئين والناشئات قاعدة عريضة بيجهزهم وبيعدهم النادي الأهلي عشان المنتخبات تستفاد بيهم كان لازم يكون معنا كابتن ياسر وعلى فكرة هيكون معنا كتير كمان عشان نحط الضوء على نجمنا لأن حقيقة مجموعة كبيرة جدا جدا ومحتاجين يديها وقت أكتر هنروح لأخبارنا الخبر الأهم وخبر الساعة هو أن دلوقتي أو بعض اللحظات هتنطلق مباراة نهائي خلاص ما عادش بقى فيه مباراة بعد كده نهائي دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي والاتحاد الأهلي طبعا تأهل بعد ما كسب نادي الجزيرة كبار وصغيرين نادي قبل النهائي نادي الاتحاد تأهل بعد ما كسب سموحها وتأهل طبعا المباراة النهائية عندي بعض الملاحظات على الفريق وعلى الأداء وعلى البطولة فريق المرتبط بتاعنا يعني على مدار 88 مباراة لم يخسر قط فريق المرتبط بتاعنا على مدار 88 مباراة وهي السنوات السابقة حصيلة السنوات السابقة لم يخسر مباراة مرتبط هنا مش بس 16 سنة النهار ده احنا أو السنة دي بنلعب مرتبط أو مرتبط 18 سنة طب ليه عشان بطوط أفريقيا القادمة هي بطولة 18 سنة السنة الجاية الاتحاد هيخلي المرتبط تحت 16 ليه عشان البطولة اللي هتبقى جاية في السنة اللي جاية اللي بعدها يعني هتبقى مرتبط 16 سنة فدايما الاتحاد بيلجأ لربط الفرقة اللي عندها بطولة أفريقيا المهلية الكأس عالم مع الفريق الأول فإذا مرتبطنا سواء 16 و 18 على مدار 88 مباراة لم يخسر ودي حقيقة يعني ريكورد وإنجاز كبير جدا 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 ويدل على قوة قطاع الناشئين على مرور السنوات مش بس السنة دي عندنا حاجة كمان فريقنا السنة دي الحمد لله الكبير أو فريق الدرجة الأولى لم يخسر إلا مباراة واحدة اللي كانت أول مباراة يوم الاثنين مع فريق الاتحاد السكنداري والمباراة دي الحقيقة كنا متسايدين هشوط الأول والثاني ونصف الثالث ولكن طبعا زيما حضراتكم عارفين أنه دي كرة سلة up and down وما تقدرش أبدا تحسم المباراة إلا في الآخر المتحاد السكدير كان موفق جدا في المئات السلسية كان يمكن حرازه فوق 8 أو 900 سلسية وده سكور كبير جدا يمكن عندنا هاب أمين العامل الأكبر وهدفنا وهدف منتخب مصر وأحد أهم اللاعبين في العصر الحالي كان مصاب كان عنده شد والحقيقة أنا أبقى أكد لكم أنه هو هيلعب النهاردة بإذن الله هو جوة الـ 12 ودي المعلومات اللي جات لنا من أرض الملعب أنه هيلعب بإذن الرحمن مباراة النهاردة أيضا مطروكة للمستوى الفني وتركيز اللاعبين بس أنا واثق إن شاء الله في اللاعبين والجهاز الفني عشان نحافظ على لقبنا نحن حامل اللقب ده السنة اللي فاتت ملحوظة تانية مهمة النهاء السنة دي copy paste من أو بالكربون نفس اللي حصل السنة اللي فاتت نفس اللي حصل السنة اللي فاتت وكانت المباراة النهائية لو تفتكروا كان لعبتنا في المباراة الأولى كان عندهم كورونا وكانوا لسه ما خفوش المباراة التانية كل المجموعة دي الحقيقة إصابات كورونا رجع منهم عمر الجندي وهبقى مين ولعب المباراة النهائية ممكن عمر طريق ما لحقش يلعب المباراة النهائية ومع ذلك الحمد لله فوزنا فالفريق بيقدي أعداء كويس يمكن الناس شايفة إنه في بعض اللاعبين ما كانيش موفقين المباراة اللي فاتت وده وضع طبيعي جدا يعني كرة السلة ممكن تبقى لعيب مش موفق في المباراة off day عنده في المباراة نسبتنا في تصويب السلسي ما كانش موفق السلسيات ما كانتش موفقة يمكن ده وضع طبيعي جدا خاصة نحن الحمد لله كل المباراة اللي فاتت فوزنا فيها بدون هزيم وكل التوفيق النهاردة لفريق كرة السلة إن شاء الله نبركلهم ويا رب لو انتهت المباراة وحنا على الحلقة أكيد هنبركلهم وينجيب لكم يعني لقاءات من أرض الملعب إن شاء الله طيب المباراة المرتبط اللي قابلين على طول انتهت بفوز المرتبط 84-69 فرق 15 نقطة فرق كبير والمباراة اللي قابلها برضو فاز المرتبط زي ما قلت لحضراتكم بس النتيجة خلصت من زو لحظات 84-69 إذن ما فيش بد اللي هيفوز النهاردة هو اللي هيتوج بالبطولة مباشرة عايزين نقول برضو إنه بعد البطولة دي هيبقى عندنا تقريبا تصفات كأس مصر وبعدي هيكون عندنا بإذن الرحمن الدوري السوبر دوري السوبر هيلعب التمن فرق اللي طلعه النهائيات 8 فرق اللي لعبوا دوري مرتبط في النهائيات هم دول بس للعب السوبر والتمانية الآخرين 16 فرقة في الممتاز من التاسع للستاشر تحديد مراكز عشان يحددوا مين اللي يهبط السنة القادمة لدوري اللي تحت واللي يطلع الدوري درجة تانية ودرجة الأولى يطلع فدقتين تانية ده باختصار الدنيا في كرة السنة نتمنى النهاردة التوفيق لفريقنا بإذن الله هنروح لكرة اليد فريقنا بيستعد بكل قوة بالقادة كابتن طري محروس عشان مطشنا مع طلاق الجيش سوريا ناسف مطشنا بكرة مع سبورتينج طلاق الجيش حين فوزنا عليه المطش بكرة هتلاعب على صارة الأمير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة طب احنا فوزنا على طلاق الجيش كام فوزنا على طلاق الجيش 24 24 و32 أو 234 فرق 8 أهداف وده كانت نتيجة كبيرة فوزنا على هوليليدو 43 و28 من المتصدر الدولي الآن سبورتينج طب ليه متصدر لأنه ملاقبش الأهلي ولا الزمالك لسه فمعنى كده أنه ده فريق قوي ومحترم وطلاق الجيش فريق قوي ومحترم نتمنى التوفيق بكرة يمكن ده اختبار حقيقي تاني اختبار حقيقي بعد طلاق الجيش بعد مباراة الزمالك التي نموفق فيها الفرقة لعبت 12 مباراة عندنا 37 نقطة لم نتلقى الهزيمة واحدة من الزمالك تأكد صعودنا للدور اللي باع كده لأنه اللي هيصعد الدور اللي باع كده أول ستة في الدور الترتيبي احنا الحمد لله مرتاح داخلين أول يتاني لسه لما نشوف النتيجة تبقى ايه ولكن مباراة بكرة مباراة مهمة خاصة ان احنا بقنا احسن بقنا احسن ليه فيه مصابين رجعه محصر رمضان وعمر خارج كستيل ورجعه من الإصابة بقى بشاركه في الفول بور مع الفرقة طبعا اكيد فرصة كويسة كابتنطرق محروس بكرة عشان يشارك كل اللاعبين وكمان يتطمن عليهم ملعب وعلى الارضية ففرصة كويسة ان شاء الله نعمل ايضا نذكور كويس بكرة باذن الله طيب هنروح لسيدات اليد سيدات اليد بلعبوا زي الرجال بالزبط مجموعة واحدة وهيتآهل منها عدد معين من الفرق او مجموعتين انقاسف مجموعتين مش مجموعة واحدة وهيتآهل تاتا الهين وتاتا الهين ست فرق هيصعدوا للنهائيات فدرينا متصدر المجموعة برسيد تلاتين نقطة لانه فاز في كل مبارياته فاز على مركز شباب ششة الانعام ذهابوا عودة الترسانة اتحاد الشرطة منوف الرياضي هلوليدو ست اكتبر سموحة طيران الشمس والترسانة هو تاني مباراة في الدور التاني بعد مركز شباب ششة الانعام بفكركم ان فرقنا هو حامل لقب السنة اللي فاتت وكان معهم ثلاث ألقاب دوري العمومي وابطوط المنطقة القاهرة وكأس مصر ومازال برضو المطشط شغالة وطبعا المباراة الاهمة كانت مع الشمس وفزنا عليها لان دي كانت المباراة الاهمة لفرقتنا وكان الاختبار حقيقي فزنا تقريبا فرق هدفين فاذا الفرقة مشى كويس ربك يعني يكمل عليهم يعني بحفظهم من الاصابات لان السنة اللي فاتت احنا كنا حامل اللقب السنة اللي قبل اللي فاتت لم نوفق فنتمنى ان شاء الله الحفاظ على اللقب وكل التوفيق لكابتنية هيويسف واللعبات هنروح لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات فازوا في دور التمانية على نادي الزمالك اكتسحوا نادي الزمالك بفرق كبير يمكن اول مباراة كانت مطش الزهب 96-68 المباراة التانية في مفاجأة الحقيقة 86-33 طبعا نتأهينا هنلعب الجزيرة هنلعب الجزيرة طبعا كبار وزغالي نفس اللي بيحصل في الرجال بيحصل في السيدات بس السيدات جايين متأخرين خطوة ليه عشان المنتخب بتاعهم متأخر لعب بعد منتخبنا فالدوري بتاعهم متأخر عن الدوري بتاع الرجال ولكن هو نفس السيستم اللي ماشي باتحاد السلة كبتل علي هاشم بيعالج الأخطاء طبعا والإصابات والعدم التوفيق اللي حصل في مطش السوبر وبيستعد أيضا لمباراة الجزيرة وغالبا إن شاء الله ربنا هيكرمنا نتأهل وهيبقى كلاكت تاني مرة الفينال مع سبورتينج ولو تفتكروا السنة اللي فاتت في حقيق قناة السويس فوزنا أيضا على سبورتينج واخدنا البطولة نتمنى إن شاء الله السنة دي من نصيب النادي الأهلي ويتكرر إنجاز السنة اللي فاتت بإذن الله طيب هنروح للسكواش السكواش زمنا لحضراتكم بطولة كناري وورف في إنجلترا بيلعب فيها تنين لعيبة من النادي الأهلي بيلعب فيها مصطفى عسل وبيلعب فيها يوسف سليمان للأسف يوسف سليمان ما حلفوش الحظ وخسر في دور الستاشر مع نجم كبير وبطل عنيد من بول كول نتيجة اتنين صفر مصطفى عسل تأهل لدور ربع النهائي هيلعب مين هيلعب طريق مؤمن أنا يعني الوضوع يعني يعني كل أورها بيقعوا مع بعض سبحان الله ونتمنى المباراة تطلع بشكل كويس طبعا يعني غطين هنا وقلنا على اللي حصل بين مصطفى عسل وطريق مؤمن نتمنى التوفيق في الأول والآخر هما تنين لعيبة مصريين تنين لعيبة نجوم طريق مؤمن نجم كبير جدا وليه تاريخ ويعني أسطرة من الأساطير لسكواش مصطفى عسل صاعد وواعد ولعب أثبت وجوده وسط الكبار وعلى صغر سنده نتمنى المباراة تليك بإسم مصر طبعا ويبقى فيه طبعا ود ويبقى فيه محبة داخل الملعب نتمنى كده إن شاء الله لأنه هما اتنين كبار واتنين بلعبوا في المنتخب مصر بالمناسبة يعني نتمنى إن شاء الله الموضوع يمشي جيد البطولات دي بيشارك فيها لعيبة كتيرة جدا المصنفين كبارة على مستوى العالم مجموعة جوائزها 100 ألف دولار يعني حتى بطولات السكواش 78 بقت أرقامها 160 و200 و300 ألف دولار أرقام كبيرة يستحقها لأن السكواش حقيقة منافسة شرسة جدا 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 يعني عارف السكواش عشان تطلع تبقى على قمة الهرم لا أنت بتموت فعليا بمجهود يعني سواء جوة مصر أو برا مصر عشان تتأهل المصرين جمدين فأنت عايز تركب على المصرين وفي نفس الوقت عايز تطلع تركب على الجمدين برا الموضوع صعب جدا 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 ومجهد فلما بيتلاقوا لعيب يوصل للستة الأوال أو الثمانية الأوال عرفوا أنه بازل مجهود غير طبيعي بالإضافة أنه لعب موهوب مصطفى عسل وطريق مؤمن كده وربنا يوفقهم إن شاء الله ونتمنى الفوز أكيد لمصطفى عسل ابننا ابن النادي الأحلي طيب هنروح لنشآت تنسي الطاولة تحت 17 سنة و19 سنة توجنا ببطولة الجمهورية الماتشات تلعبت على صالة هيئي قناة السويس بمدينة الإسماعيلية دي صور من المباراة أو بطولة الجمهورية والأهلي طبعا فاز بالبطولة بعد أن يكسب كل منفسية عن جدارة واستحقاق ويكفي إن طبعا نجمتنا ومصنفة الأولى على مين تحت 15 سنة هنا جودة بتلعب في النشآت والحمد لله إحنا ماشيين بخطة ثابتة يعني تنسي الطاولة من الألعاب اللي بتديك أريحية إنه يعني ما عندناش مشكلة وإنه المستقبل كويس سواء على مستوى الفريق الأول رجال وسيدات أو على مستوى النشآت بيديك أريحية أن أنت الحمد لله متطمن وقافل صفحة اللائبة دي عشر سنوات قدام طب خلينا نطلع لفاصل السريع ونجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل